بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى أهل بيته الأخيار الطيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب اليوم مع درس جديد من دروس الفيزياء للصف العاشر ودرسنا اليوم هو تطبيق لقانون نيوتن الثالث إذن قانون الثالث لنيوتن كما تعرضنا يقول إنه لكل فعل ردت فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه هذا التطبيق هو قانون الجذب العام إذن سوف نتناول في حصتنا اليوم خصائص قوة تجاذب وقانون الجذب العام لنيوتن قانون الجذب العام لنيوتن اكتشف نيوتن أن الجاذبية هي ظاهرة كونية تتحكم في جميع الأجسام في الأجسام الأخر بقوة مختلفة المقدار أي أن كل الجسمين في الكون يتجاذبان حسب كتلتيهما إذن عندنا الكتلة الأولى M1 تؤثر على الكتلة الثانية M2 بقوة F2-1 والكتلة الثانية M2 تؤثر على الكتلة الأولى M1 بقوة F1-2 إذن خصائص قوة تجاذب بين الكتلتين تعتمد قوة تجاذب بين الأجسام المادية على كتلتين كل من الجسمين لهم M1 و M2 إذن العلاقة بين القوة و M1 و M2 هي علاقة طردية كما يبين الرسم البياني كذلك تعتمد قوة التجاذب بين الأجسام المادية على البعد بين مركزي كتلتين جسمين الماديين إذن العلاقة بين ال F وال D تربيع هي علاقة عكسية العلاقة بين ال F وال D تربيع هي علاقة عكسية ويمكن أن نقول أن العلاقة طردية بين ال F وال 1 على D تربيع العلاقة طردية بين ال F وال 1 على D تربيع إذن كما يبين الرسم البياني إذن F و D تربيع العلاقة بينهم عكسية غير منتظمة إذن نص قانون الجذب العام لنيوتن تتناسب قوة التجاذب بين جسمين طردية مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسية مع مربع البعد بين مركزي كتلتين جسمين نعيد نص القانون إذن تتناسب قوة التجاذب بين جسمين طردية مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسية مع مربع البعد بين مركزي كتلتين جسمين إذن قانون الجذب العام لنيوتن قوة التجاذب بين الجسمين F تتناسب طرديا مع كتلة أحد الجسمين وهذه الكتلة الثانية وتتناسب عكسيا مع البعد بين مركزي كتلتين الجسمين إذن يمكن تحويل علاقة التناسب السابقة إلى معادلة رياضية باستخدام ثابت الجذب العام جي كابيتل إذن F تساوي جي كابيتل ضرب M1 ضرب M2 تقسيم D تربية إذن ثابت الجذب العام هو الجي كابيتل ثابت الجذب العام هو قوة الجذب بين جسمين كتلة كل منهما واحد كيلو جرام والبعد بين مركزي كتلتيهما واحد متر هذا الثابت هي عبارة عن قوة ضئيلة جدا بحيث لنشعر بها لأن القيمة التقريبية لهذا الثابت صغيرة وصغيرة جدا جي تساوي 6.67 ضرب 10 السالب 11 نيوتن في المتر تربية على كيلو جرام تربية إذن جسمان كتلة كل منهما M والمسافة بينهما D إذن قوة التجاذب بينهما هي F ماذا يحدث لقوة التجاذب بين الكتلتين عندما تقل المسافة بينهما إلى النصف إذا قلت المسافة D إلى النصف إذن تزداد إلى أربع أمثال ما كانت عليه إذن إذا قلت المسافة إلى النصف تزيد القوة إلى أربع أمثال ما هو السبب هنا؟ السبب هو وجود التربيع في البعد بين الكتلتين وجود التربيع في البعد بين الكتلتين لأن العلاقة بين ال F و D تربيع لذلك إذا قلت D إلى النصف تزداد القوة إلى أربع أمثال ولو زادت المسافة إلى المثلين تقل القوة إلى أربع أمثال لأن العلاقة بين القوة والمسافة علاقة عكسية ملاحظة الملاحظة الأولى هو أن القوة المتبادلة بين الجسمين متساوية وبالتالي تجذب الأجسام الصغيرة الأجسام الكبيرة بنفس المقدار أي أن نفس القوة التي تؤثر بها الكتلة M1 على الكتلة M2 هي نفسها القوة التي تؤثر بها M2 على M1 مهما كان مقدار الكتلتين إذن عند سقوط التفاحة من أعلى شجرة فإن التفاحة تجذب الأرض بنفس مقدار جذب الأرض للتفاحة لكن الأرض لا تتحرك لكبر كتلتها بينما التفاحة هي التي تتحرك نحو الأرض الملاحظة رقم 2 لا نلاحظ قوة تجاذب المادية بين الأجسام في حياتنا وذلك لأن ثابت الجذب الكوني صغير للغاية وبالتالي القوة المادية غالبا ما تكون مهملة الملاحظة رقم 2 هو أننا لا نلاحظ قوة تجاذب المادية بين الأجسام في حياتنا العادية وذلك لأن ثابت الجذب الكوني G capital صغير جدا وبالتالي القوة المادية غالبا ما تكون مهملة نحن شفنا أن G capital هي 6.6 ضرب 10 أو السالب 11 إذن هي صغيرة وصغيرة جد ملاحظة ثلاثة نلاحظ أن قوة تجاذب الكوني بين الأجسام ذات الكتل الكبيرة مثل الأرض والشمس نظرا لكبر كتلتيهما لذلك تدور الأرض حول الشمس في مدار ثابت تدور الأرض حول الشمس في مدار ثابت علل لما يلي تعليلا علميا دقيق السؤال تزداد قوة تجاذب بين جسمين إلى أربع أمثال إذا زادت كتلتيهما للضعف إذن سؤال علل تزيد القوة بين جسمين إلى أربع أمثال إذا زادت كتلتيهما للضعف أحسن لأن قوة تجاذب بين جسمين تتناسب طرديا مع حاصل ضرب بالكتلتين وبالتالي إذا كان الكتلة الأولى زادت للثنين والكتلة الثانية زادت الثنين فتزيد القوة أربع مرات لأنه اثنين ضرب اثنين نحطونا أربع نمر إلى المثال رقم واحد وضعت كرة من الرصاص مجهولة الكتلة على بعد 0.4 متر من كرة أخرى إذن دي المسافة بين الكرتين هي 0.4 متر من النوع نفسه كتلتها 10 كيلو جرام كتلة الكرة الثانية 10 كيلو جرام فكانت قوة تجاذب بينهما تساوي 8 ضرب 10 أو السالب 8 نيوتن إذن أعطانا دي المسافة بين الكرتين أعطانا الأمتو كتلة الكرة الثانية 10 كيلو جرام أعطانا القوة F هي قوة التجاذب بين الكرتين هي 8 ضرب 10 أو السالب 8 كما طلب مننا الكتلة المجهولة هي M1 علما بأن ثابت الجذب العام G يساوي 6.6 ضرب 10 أو السالب 11 إذن نضع القانون وهو قانون الجذب العام F تساوي G capital ضرب M1 ضرب M2 على D تربيع نعوض إذن F تساوي 8 ضرب 10 أو السالب 8 تساوي 6.67 ضرب 10 أو السالب 11 ضرب الكتلة الأولى 10 ضرب الكتلة المجهولة M2 على مربع المسافة بينهما 0.4 تربيع إذن يمكن أن ندخل المعادلة هذه في الآلة الحاسبة ونطلع M2 أو يمكن أن ناخذ اللي يكون في المقام يصير في البسط واللي يكون في البسط يصير في المقام إذن القسمة تصير ضرب والضرب يصير قسمة ونكتب M2 تساوي 0.4 تربيع ضرب 8 ضرب 10 أو السالب 8 تقسيم 6.67 ضرب 10 أو السالب 11 ضرب 10 إذن الناتج هو M2 تساوي 19.2 كيلو جرام إذن الكتلة الثانية هي 19.2 كيلو جرام نمر إلى المثال الثاني أحسب قوة الجذب بين كرتين كتلتيهما أو كتلتهما 5 كيلو جرام و10 كيلو جرام علما أن المسافة التي تفصل بين مركزي كتلتيهما هي 0.5 متر وأن ثابت الجذب العام يساوي 6.67 ضرب 10 أو السالب 11 إذن أعطانا M1 تساوي 5 M2 تساوي 10 وD تساوي 0.5 كما هو مبين بالمثال إذن السؤال هو أحسب قوة الجذب بين الكرتين إذن القانون هو F تساوي G M1 ضرب M2 على D تربيع إذن F تساوي 6.67 ضرب 10 أو السالب 11 ضرب 10 ضرب 5 تقسيم 0.5 تربيع إذن الجواب هو F تساوي 1.33 ضرب 10 أو السالب 8 نيوتن إذن قوة التجاذب بين الكتلتين هي 1.33 ضرب 10 أو السالب 8 نيوتن نشكركم على حسن المتابعة والانتباه في أمل اللقاء بكم في حصة جديدة نتمنى لكم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر